اشتركوا في القناة امسن الاثنين من جناح الامراض العقلية بمستشفى محمد الخامس باسفي ما اثار صنفارا داخل المستشفى واوضح المصدر نفسه ان 8 نزلاء استغلوا فتح الباب من اجل منحهم الادوية واقاموا بمحاصرة الحارس واخذ المفاتيح منه وفروا خارج الجناح واكد المصدر ذاته ان حراس المستشفى تمكنوا من القبض على 4 نزلاء داخل جناح الامراض العقلية فيما تم القبض على 3 اخرين داخل باحة المستشفى ليفر نزل واحد خارج المستشفى واوضح المصدر نفسه ان هذه الواقعة تتكرر كل مرة بسبب الضغط الذي يعرفها المستشفى بحيث يستقبل نزلاء من المناطق المجورة كالصوير الوالدية الشمعية واليوسفية بحيث تصل الطاقة السيعبية لجناح 80 نزلا لجناح 80 نزل